صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 61 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم 51 لسنة 2012 وقد نصت المادة الأولى من القرار على ما يليه يستبدل بنص المادة 38 الفقرة الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم 51 لسنة 2012 النص الاتي إذا رأى مجلس التأديب أن المخالفات المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية واجب عليه إبلاغ السلطة الرئاسية بالجهة التي ينتسب إليها الموظف لإحالته إلى الجهة المختصة ويجوز للمجلس الاستمرار في مساءلة الموظف تأديبيا متى ما كانت هذه التهمة تمثل خروجا عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها وللمجلس وقف الإجراءات التأديبية التي إلى أن يصدر أمر أو حكم في تلك الجريمة وتعاد بعدها الأوراق إلى مجلس التأديب ليقرر ما يراه بالنسبة لمساءلة الموظف تأديبيا ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق الجنائي أو الحكم بالبراءة من المسألة التأديبية إذا توفرت أسبابها وجاء في المادة الثانية من القرار ما يلي يضاف إلى المادة 36 من اللائحة تنفيذيار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم 51 لسنة 2012 بند جديد برقم ثالثا مكررا نصه الآتي يجوز وقف الموظف عن العمل إذا ما أحيل إلى التحقيق الجنائي أو أثناء محاكمته جنائيا ويكون الوقف لمدة ستة أشهر مع صرف الراتب كاملا خلال فترة الوقوف ويجوز مد الوقف عن العمل لمدد أخرى مع صرف نصف الراتب إذا ما كان للوقف عن العمل أسبابه ولضرورة تقتضيها مصلحة العمل وفي جميع الأحوال يكون الوقف عن العمل ومده بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بعد الموافقة الديوان بالنسبة لباقي الموظفين وذلك كله وفقا للضوابط المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة كما نصت المادة الثالثة على أنه تضاف إلى البند رقم 6 من المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم 51 لسنة 2012 فقرة ثانية يكون نصها الآتي ويتعين على الشهود مراعاة الصدق والأمانة فيما يدلون به من أقوال ويعتبر كتمان الشهادة أو الإدلاء بغير الحقيقة أو العدول عنها بمثابة مخالفة تستوجب المسائلة فإذا كان الشاهد من غير الموظفين وجب إختار الجهة المختصة لإجراء شؤونها حيالها